من طريق جديدة معه لطيار المستقبل اختار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري يبلش معركة زعامة الطيفة وشد العصب السنة فاختار جامع الإمام علي ليقد صلاة عيد الفطر وراء المفتش العام المساعد لدار الفتوى الشيخ حسن مرعب يلي ذكر وشدد بخطبته على أن بيروت ستبقى وفية لرفيق الحريري وابنه سعد بيروت ستبقى وفية لرفيق الحريري وإن هو على ماشي رفيق الحريري لا تمكننا أن نتخذ عن رفيق الحريري ولا عن ماشي رفيد الحريري سنعرض على هذا النهج وستبقى على هذا الوفاق هذا الوفاق الذي من خلاله نمنع الفتنة خطوة زعيم المستقبل الخطيرة اللي ضرف فيها بعرض الحيث إجراءات التعبئة العامة والتباعد الاجتماعي للحماية من فيروس كورونا عرضته لأنتقادات كتيرة حتى وصل الأمر بالبعض ليقول أن الحريري مستعد يخاطر بجمهوره لا يحافظ على كرسي الزعامة فشوي اللي دفع الشيخ سعد اللي سكر بيت الوسط بوجه المهنئين بالعيد حفاظاً على سلامتهم أنه يعرض بالوقت نفسه محبينه وفريقه الأمنة وحاله لخطر الموت بتأكد جهات رفعة المستوى أنه خوف رئيس الحكوم السابق من توسع خيه بهاء بمناطق نفوزه كانت دافع الرئيسة لخرقه كل إجراءات السلامة الجهات نفسه بتتوقع أنه تشهد فترة ما بعد العيد جولت لسعد الحريري على عدد من المناطق اللبنانية بمحاولة لاستعادة شعبيته المتراجعة وهالشي كان واضح من الأعداد القليل اللي استقبلته بالطريق الجديد وخلال شد العصب رح يستخدم الحريري كل الأسلحة المتاحة وبمقدمتها مهاجمة حكومة الرئيس حسان الدياب وتحميلها مزئولية الوضع الاقتصادي السيء لكن بالحقيقة حيكون سعد عم بحاول الالتفاف على حركة خيه بهاء ووضع الطريق أمام دخوله الحياة السياسية في لبنان عبر تثبيت زعامته للشارع السنة إذن صراع الحريريان على الزعامة دفعت بالشيخ سعد لمحاولة توجيه ريسال يوم الأحد الماضي لجهات داخلية وإقليمية بأنه بعده لليوم زعيم الطايف السنية في لبنان فبالرغم من زيارة السفير السعودة وليد البخاري لبات الوسط بعد بيان بهاء الشهير وتسريب مصادر المستقبل إنه زيارة إجت للتأكيد على وقوف المملكة بجانب سعد إلا أنه مصادر سياسية توقفت باهتمام عند امتناع البخاري عن التصريح عند انتهاء اللقاء والاكتفاء بالقول عند سؤاله إذا بده يصريح ما في داعي لهالشي المصادر أضافت يلي مخوف سعد هني أمرين الأول هو التقارير عن حجم توسع خيه بمناطق نفوزه وبالتالي فقدانه ورقة رفيق الحريرة اللي كان يلعبه بوجه خصومه لاستعطاف الشارع أما الأمر الثاني فهو الدعم الخارجي اللي عم يتلقى بهاء من بعض الجهات الإقليمية والدولية وبحسب المعلومات فالشيخ بهاء مدعوم بشكل واضح وصريح من فريق وزير الخارجي الأمريكي مايك بومبيو اللي قاله تأثير كبير بالسفارة الأمريكية بعوكر وبالوقت نفسه بيحظى الابن البكر لرفيق الحريرة بسئة ودعم وليعهد أبو ضبي الشيخ محمد بن زايد كما أنه بهاء يعتبر من المقربين من وزير الدولة السعودة لشؤون الخليج تامر السبهان يلي لعب دور كبير خلال اختطاف رئيس الحكومة اللبنانية بتشرين الثاني 2017 والدفع باتجاه مبايع تخيه مكانه بينما بعد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مش مقتنع بخطوة السبدال سعد ببهاء على القليلة لحين إثبات الأخير لنفسه بالسحة السنية بلبنان وبالوقت اللي عم يبرز دور كبير لتركيا بشمال اللبناني وتحديدا بمنطقة ترابلوس تساء المرأبين إذا لبهاء إيد بتسهيله خاصة أنه المنتديات التابعة له ويلي بديرها المحام نبيل الحلبي عم بتنسق مع عدد من الجمعيات المدعومة من تركيا إذن معركة تكريس زعامة الطيف السنية انطلقت بين الأخوة مع وجود معطيات ومعلومات بتأكد أنه بهاء مش بوارد التراجع عن التأسيس لشعبية والدخول للحياة السياسية اللبنانية وبالوقت نفسه من الطبيعة أنه الساعد حيستعمل كل الأسلحة المسموحة والمحرمة ليخلي خيه بعيد عن عرش الحريرية وعلى هالأساس بصير فينا نفهم بسهولة مغامرة عيد الفطر فبالنسبة لساعد بين بهاء والوباء الكورونا أهوان الشرين نادر عزدين تلفزيون نشرة ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك ترجمة نانسي قنقر